قُلَّ اللَّهِ اصطفى آدم ونُوحَ قُلَّ اللَّهِ اصطفى آدم ونُوحَ وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذريّةً بعضها من بعد والله سميعٌ عليم قُلَّ اللَّهِ اصطفى آدم ونُوحَ وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قُلَّ اللَّهِ اصطفى آدم ونُوحَ وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل إبراهيم شكراً لكم إِذْ قَالَ تِمَّ وأَدْعِ مْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْمِ مُحَوَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا فَأُنْفَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتْ وَلَيْسَ ذْكَ أَنْفَا وَإِنْي سَنَّيْتُهَا مَرْيَمُ فلما وضعتها قالت رب اني وضعت باقثة والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت والله أعلم والله أعلم والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت والله أعلم والله أعلم بما وضعت والله أعلم والله أعلم من الشيطان الرجيل والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم كلما بطل عليها زكري المحراب وجد عند هاي القرق قال يا مريم قال يا مريم وأن لا لك هذا قالت هو من عبد الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأن بيتها لباتا حسنا وأن بيتها لباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندنا رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قال 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 إن الله يرلق من يشاء بغير حساب اشتركوا في القناة